يقال إن مهنة الطبيب والأطباء والممردين هبة من السماء من الخالق لعباده فكم من سقيم تماثل للشفاء بسبب تفاني الطبيب فهي مهنة تحظى باحترام كبير في المجتمعات باعتبارها تحتل الصدارة على لائحة المهام الإنسانية حدثنا هنا يدور حول الطبيب الفلسطيني محمد أبو ناموز الذي يحمل الجنسية الملدوفية ويمارس الطب جراحا للعظام في أحد مستشفيات غزة بعد الشداد القصف العشوائي على قطاع غزة قرر أبو ناموز ترحيل أسرته إلى ملدوفا عبر معبر رفح الحدود مع مصر بينما آثر هو البقاء في القطاع المحاصر لممارسة مهنته عند سؤاله عن عدم قبوله المغادرة رغم تمكنه من الخروج أجاب وعيونه مغرورقة بالدموع أنه يريد البقاء لخدمة الناس ومساعدتهم على تجاوز الآلام وتطبيب الجرحة شعور صعب جداً ولكن بظل يعني أفضل من أنه يظلوا تحت القصف وأبعد رحل فيه من مكان إلى آخر وأنا مش بادع حتى أركز في العمل بتاعي ولكن رحيلهم على الأقل هيديني الفرصة أن أركز مع الناس مع الأطفال اللي بتيجي اللي هو قتل أطفال بصورة رهيبة جداً قتل النساء بصورة رهيبة جداً بلا رحمة فيديو وكلمات مؤثلة فعلاً ويبدو أن أبو ناموس عاش لحظات حارجة وانتابته مشاعر جياشة عندما احتضل ابنته لتوذيعها طبعاً مشاهدين قصة الطبيب أبو ناموس لاقت تفاعلاً وإعجاباً على منصات التواصل الاجتماعي هنا عبرت نرهان يوسف عن إعجابها بموقف الطبيب وقالت إنه نعم الطبيب أما الناشط الذي يسمي نفسه فغرد بصمت الرحمة فقال إذا اشتد الظلم قوي البلاء وإذا اشتد الصبر قوي التمكين هذه سنة الله في بداية كل صراع ومنتهاه حتى للأنبياء وبتغريدة من الناشط فيصل غازي البديوي نختتم قصتنا حيث قال نادراً من لا إنسان هذه الأيام